موسيقى يشهد المغرب منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة تطورا متسارعا من حيث تطوير البنية التحتية ما يجعله بلدا رائدا وقوة نموذجية في المنطقة وقد عزز المغرب بشكل كبير شبكة البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والمطارات ما يجعل منها احدى البنى التحتية الاكثر تطورا في افريقيا وصنف المنتدى الاقتصادي العالمي في العام الماضي البنية التحتية في المغرب في المرتبة الثالثة والخمسين عالميا ميناء طنجا المتوسط ابرز مثال على تطور البنية التحتية المينائية في المغرب فقد اضحى المركبة الاولى من حيث حاركت نقل الحويات في الحوض المتوسطي استطاع ان يعزز مكانته باعتباره قطبا مينائيا مرجعيا في افريقيا والعالم وقد احتل في العام الفين وتسعة عشر المرتبة الخامسة والثلاثين عالميا في معالجة الحويات ويربط هذا المركب المينائي المغرب بما يقرب من ثمانين بلدا ومئتي ميناء وقد عزز المغرب عرضه المينائي على ساحل البحر الابيض المتوسط من خلال تسريع ورش بناء ميناء الناظور غرب المتوسط حيث بلغت نسبة تقدم الاشغال ستين في المائة كما رصدت لميناء الداخل الاطلسي ميزانية استثمارية قدرها عشر مليارات درهم وبخصوص تطوير النقل الجوي تم التوسعة وتحديث وبناء المطارات في عهد الملك محمد السادس وذلك قصد تقوية طاقة استقبالها وتأمين الفضاء الجوي المغربي وتعزيز انفتاح المملكة وقد تميز قطاع النقل الجوي باطلاق العديد من الخطوط الجوية الوطنية والدولية قبل الجائحة القطار فائق السرعة البراق دشنه الملك محمد السادس في 2018 يعد مشروعا غير مسبوق عربيا وافريقيا كلف انجازه تعبئة استثمارات تقارب 22 مليارا وتسعمائة مليون درهم وصار السفر من طنجة الى الدار البيضاء مرورا بالرباط اكثر يسرا وربحا للوقت ويندرج هذا المشروع في اطار الجهود الرامية لتطوير وتحديث القطاع السككي الوطني التي تم اطلاقها منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش المغرب وكلفت استثمارات بقيمة 70 مليار درهم شبكة الطرق السيارة لم تكن في معزل عن هذه الدينامية التنموية المشهودة يتوفر المغرب حاليا على 1800 كم من الطرق السيارة الى جانب الطرق السريعة وكلها تربط شرق المغرب بغربه شماله بجنوبه بالموازات مع ذلك وصلت الاشغال في الطريق الرابط بين اكادير والداخل مراحل متقدمة كما تمت اعادة تهيئة الطرق الوطنية بمختلف فئاتها وصار المغرب يتوفر على ما يقرب من 44 ألف كم من الطرق المعبدة الى حدود 2018 وقد تم ايلاء اهمية خاصة لانجاز الطرق الثانوية والقروية قصد فك العزلة عن المناطق النائية وربط العالم القروي بشبكة الطرق الوطنية لا تكاد تمر سنة من حكم الملك محمد السادس دون ان يحرز المغرب تقدما ونجاحا مهما بفضل تسريع الاستثمارات في البنيات التحتية وانجاز مشاريع كبرى وكلها مشاريع تجعل المواطن المغربي يرفع رأسه عاليا بين شعوب المنطقة افتخارا بما انجزه قائد البلاد من اصلاحات وتنمية مست كل جوانب الحياة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة